ستة معالي بتقول إن الدورة الشهرية جاتها في رمضان دلوقتي فهي بتقول تتطلع كام فداءً عن هذه الأيام أو إطعامنا هذه الأيام أنت حالتك وفي سؤالك أنت واحدة بتصومي شهر رمضانه وبعدين أفطرتي بسبب العذر الشرعي وهو الحي فليس عليك سوى قضاء تلك الأيام ليس عليك سوى قضاء تلك الأيام ولا يلزمك لا فدية ولا كفار طيب ليه ما أنت صايمة شعري أنت عندك قدرة على الصيام طيب أنا عايز أدي الخالي أو لا تخالي أو أي حد من القربة مطلق الصدقة مندوبة والأقربون أولى بالمعروف إذا كانوا بالذات كانوا أهل احتياج فبيقدموا في الزكاة وبيقدموا فيه الصدقة التطوعية مجرد بقى تعبك في رمضان من الصيام ده لا يجيز عدم القضاء بدليل زي ما قلتلك أنك صايمة الأيام الأخرى من الشهر الفضيل وترك الصيام عشان أنا قلبي ساعد بيوجعني ده مش بالكلام يعني لابد أن أنا أذهب لطبيب مختص يتم فيه إجراء الفحصات الطبية بحيث يبقى فيه فهم للحالة الطبية بتاعتك وإن كان حقاً لا تستطيعين الصيام أو فيه مشقة أو فيه ضرر قد يترتب على ذلك يخبرك الطبيب بهذا الأمر وساعتها يبقى لنا كلام تاني وهذا المرض ده دائم ولا مؤقت برضو بيبقى لنا كلام تاني لكن مجرد أن أنا بتعب أي تكليف له مشقة الصلاة الزكاة الحج العمرة بس مشقة نحتملها لكن مش هتبقى المسألة كده أنه يعني لا يشعر الإنسان بجهد التكليف اللي هو بيقوم بيه لا هناك جهد ولكن نتحمله ومتبقاش المسألة بهذه الصورة يا أم علي فلابد من مراجعة الطبيب للبت فيه مسألة إذا كنت تستطيعين صيام أو يأذن لك الطبيب بذلك أو لا يأذن أما غير ذلك فأنت عليك القضاء لأن كنت صوت في بيت الشهر بالفعل